اشتركوا في القناة انت ممكن تشتغلي المفرش السادة وممكن تشتغلي زي كده والافضل طبعا ان احنا نشتغله بالوان مختلفة عشان يجينا شكل ظهرت التليب وشكل ورقتين الشرار بتحتها لو متوفر عند الخيط جنجار اللي هو متدرج الالوان عشان تشتغلي بيه الظهرة ووراقة الشرار هيبقى افضل برض عشان تنفذ المفرش هتحتاجي اربع الوان من الخيط بالشرط ان انت تشتغلي بنفس نوع الخيط المهم ان انت تشتغلي بنفس صمك الخيط يعني ممكن تشتغلي بخيط مختلفة تمام موايقات مختلفة من الخيط اهم حاجة صمك الخيط يكون واحد في الاربع قلب عشان يطلع المفرش مصبوط معيك انا هنا اشتغلت المفرش اشتغلت القلب بتاعه الفتح بخيط غزل وقام 16 واشتغلت اللون البيج واللون الاغضر بخيط اليس ديفابلس واشتغلت اللون الفوشية بخيط تقريب لخيط اليس كوتون كولد الاربع بنفس الصمك مفيش اختلاف في الصمك عشان كده بيطلع مصبوط اما هنا اشتغلت التلات قلوان هنا بنفس نوع الخيط اما هنا اشتغلت القلب بخيط قطن مصري فاتخيطه في نفس صمك الخيط برضو تمام يبقى انش اهم حاجة ننشيط اشتغلي المفرش بخيط في نفس صمك الخيط لكل اربع يبقوا واحد تمام المفرش اخد مني حوالي 74 جرام من الخيط اللون الفاتح اللي اشتغلنا به القلب واشتغلنا به الصدر اللي قبل الاخير اخد مني حوالي 35 جرام من الخيط اما اللون البيج واللون الاخضر كل لون اخد 10 جرام واللون الفوشية أخذ حوالي 20 جرم يعني تقدري تشتغلي الألوان دي كده من برائل خيوط لو متوفر عندك نفس الألوان طبعا زهرة التليب ممكن تشتغليها أحمر أسطار فوشية زي ما تشعيز أمام إيس المنفرش طول الكتر فيه ريحد و 30 سنط قلب المنفرش هنا هنشتغله بغوزة الإكس غوزة الإكس سهلة وبسيطة وإن شاء الله هتلاقيها سهلة واضحة بحكي في الشرح و هتتعلميها بالسهولة غوزة ظاهرة التليب و دي برضو الغوزة سهلة كده و هتشوفيه في الشرح و دلوقتي يلا بينا نبدأ على بركة الله في تنفيذ المنفرش و قبل ما نبدأ لو نشرسها جديدة معيه في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة و تفعلي قرص عشان يوصلي كل جديد و كمان اكتبي لي تعليق برأيك في الشرح و كمان اكتبي لي بتتابعيني من أي بلد و دلوقتي يلا نبدأ على بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حية بنبدأ بعمل دايرة سحرية حتشتغلي الدايرة السحرية بالطريقة اللي انتي متعودة عليها لو عايزة بدل الدايرة السحرية تشتغلي حلقة البداية عبر عن سلسل ستشتغلي خمس سلسل وتقفلي منزلقة على اول سلسلة وبعد كده بتبداي معيه في السطر الاول السطر الاول بدايته بترتفعي سلسل وتدخلي كده تسحبي اللفة وتقفلها للفتين مع بعض كده اشتغلنا ركزة حشو بعدها بتشتغلي سلسلة الحشو والسلسلة دول بيعتبروا اول عمود مع هنا في السطر احنا عندنا السطر الاول عبارة عن 14 عمود الحشو والسلسلة اول عمود بينهم هتدخلي جوة الدائرة الصحبية او جوة الحلقة اللي انت اشتغلتها تشتغلي 13 عمود بلف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هتكمليهم لحد ما يبقى عندك 13 عمود بلف انا كده كملتهم 13 عمود بلف وبالحشو السلسلة كده بقى عندنا 14 هتعدي كده برضو عشان تتأكد من اول غرزة الحشو السلسلة هنعدي كده كده عندنا عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد اتناشر اتناشر تلاتة اربعة اشر يعني كده السطر الاول عدنا فيه 14 عمود بلف بما فيهم الحشو السلسلة اخر السطر بتقفلي منزلقة على السلسل بتسيب غرزة الحشو وبتدخلي جوه السلسلة تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليك كده اشتغلنا منزلقة وقفلنا بيها صدر بعد كده بقى بتزربطي السطر وبالدقيقة يا حلقة البداية اللي هي الدايرة السحرية لو انشغلها بقى سلاسل بتقصي الخيط على طول اما لو شغلها دايرة سحرية فالافضل ان انت تتقفلي الخيط كويس كده تحت الاعمدة بقى برد التقفيل عشان ما يتفكش منك وبعد كده بتقصي الخيط بالسطر التاني بديتوا هتسحبي اللفة لفوق بالطريقة دي تمام وبتدخلي في ضهر العمود هتدخلي كده وتنزلي تحت لفتين اول عمود احنا كده تحت لفتين اول عمود هتسحبي اللفة اللي انشغل فاتيها الفوق بالطريقة دي كده وبتعديها من ضهر الشغل يبقى اللفة كده دخلنها وصحبنها في ضهر الشغل بعد كده بتزبطيها بالعلوه ده وبتنزلي تحت لفتين اول عمود تسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غرزة حشو بعدها بتشتغلي سلسلة الحشو والسلسلة دول بيعتبروا اول عمود الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي بتخلي العمود في اول سطر بين عمود كده زي ما تشايفه وما بيبنش بقى معينا خط السلاسل وكمان بتحافز على عدد الغرز معي كيف الصدر يبقى احنا كده اشتغلنا على اول عمود عمود هتدخلي تاني على نفس العمود تشتغلي عمود فكده احنا في اول الصدر اشتغلنا على اول عمود عمودين على عمود اللي بعده هتشتغلي عمودين واحد اتنين وهو ده اللي هيكرر معيك لحد اخر الصدر على كل عمود هتشتغلي عمودين هتشتغلي كده لحد اخر الصدر على كل عمود عمودين بعد ما قررت وصلت لاخر الصدر على كل عمود اشتغلتي عمودين احنا كده عندنا في الصدر التاني 14 من العمودين يعني عندنا 28 عمود بلف في اخر الصدر هتسيبي غوزة الحشو وبتقفليه منظلقة جوه السلسلة دخلي كده جوه السلسلة وتسحبي الخيط وبتعديه من على الفل علي كده احنا قفلنا منظلقة الصدر اللي التاني عندنا في 28 عمود بلف الطريقة اللي احنا بنبدأ بياه السطر سما انت شايفة كده بخليه العمود باين عمود ما فيش خط السلسل لكن لو انشي لسه مبتدئة وحسنتيها صعبة عليك فبتنتجي السطر باردفع ثلاث سلسل عايدي خلص بقى باعتبره مع عمود وبتشتغلي زي بس بدل ما بتدخلي بالطريقة جي بتشتغلي على اول عمود عمود تمام السطر الثالث بدايته برضه بترتفعي باللفة الفوق كده وحددخلي كده في ظهر اول عمود يعني احنا كده بنسيب الحشو والسرسلة وحددخلي على اول عمود تحت اللفتين بتوب تسحب الخيط اللفة دي وتعديها كده في ظهر الشغل بعد كده بتزبطيها بحيس ان هي تبقى في الاردفعة كده في العلو ده وتنزلي تاني تحت لفتين العمود تسحب الخيط وترفع ايدك كده عشان تديك علوه ايه علوه العمود وتقفلي على اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غرزة حشو بعد كده بتشتغلي سرسلة فاحنا كده اشتغلنا على اول عمود عمود بعد العمود هتشتغلي سرسلة هتروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود وبعد العمود بتشتغلي سرسلة على عمود اللي بعده عمود وسرسلة بعد كده بتروحي على العمود اللي بعده وتشتغلي عمود سلسل فلما تشتغلي كده بيبقي عندك في اخرين السطر 28 من العمود سلسل اخر السطر الثالث بعد ما اشتغلت على السطر جلو على كل عمود عمود وبعته سرسلة بعد اخر سرسلة بس يبي غلطة الحشب وتدخلي تقفلي جوه السرسلة وبيبقى بقي عندك بعدها سرسلة اللي هي هتبقى فرق ما بين العمود والعمود اللي بعد هتدخلي كده وبتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة العلب وبكده السطر الثالث مشا معين عبارة عن 28 من العمود سرسلة السطر الغابع بدايته هندخل به منذ لكه جوه السرسلة وهترفع اللفة الفوق زي اول كل سطر وبتدخلي كده تحت لفتين العمود تسحبي اللفة وتعديها افضح بالشغل هدك كده بتصبطيها والشكل ده وترجعي تاني تنزلي تحت لفتين العمود تسحبي اللفة وبتعدي اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غوزة الحشب وبعدها بتشتغلي سرسلة ودول كده اول عمود معنا اشتغلناها على العمود هتشتغلي بعض العمود سرسلتين واحد اثني تروح على العمود اللي بعده تشتغلي عليه عمود زي ما تشايفه كده باين معنا عمود بعد العمود سرسلتين واحد اثني على العمود عمود وبعد العمود سرسلتين وهذا اللي سيتقرر معيك لحد اخر السطر على كل عمود بتشتغلي عمود وبعد العمود بتشتغلي سرسلتين هتقرروا كده لحد اخر السطر اخر السطر الرابع بعد ما اشتغلت السلسلتين بتسيب غوزة الحشب وتدخلي على السلسلة هتقفلي بمنزلتين وبيبقى عندي بعدها سلسلتين السطر الخامس هتدخلي بمنزلتين على اول سلسل ومنزلتين على الثاني بعد كده بترفع اللفة الفوق وبتدخلي كده في ضغر العمود تسحب اللفة وتعديها كده في ظهر الشغل وبعد كده بتزبطي ايدك بحيث انها تبقى عالية سنة زي ما انت شايفها كده وتنزلي كده تحت طرفين العمود بتسحب اللفة وتخدي اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غوزة حشب بعدها سلسلة وكده اشتغلنا عمود على اول عمود بعد كده هتشتغلي سلسلتين واحد اثنين وعلى العمود بتشتغلي عمود سلسلتين واحد اثنين على العمود عمود وسلسلتين هو ده اللي بيتكرر معيك لحد اخر السطري على نفس السطري اللي تحت هتشتغلي على كل عمود عمود وبعد العمود بتشتغلي سلسلتين بتكرر كده لحد اخر السطر سيبقى عندك برضو 28 من العمود سلسلتين اخر السطر الخامس بعد ما اشتغلت اخر سلسلتين بتسيب اوزة الحشب بتقفلي بمنظلقة على السلسلة وبيبقى بقى عندك بعدها سلسلتين السطر السادس بداي تعد ادخلي بمنظلقة جوه السلسل وهنا هنشتغل جوه السلسلتين عمودين فهتنزلي كده تحت السلسلتين وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غوزة حشب وبعدها بتشتغلي سلسلتين كده يطبق العمود هتدخلي تاني تشتغلي عمود فاحنا كده اشتغلنا جوه السلسلتين عمودين على العمود بتشتغلي عمود جوه السلسلتين عمودين واحد اثنين على العمود بتشتغلي عمود وبتقرري بنفس الطريقة جوه السلسلتين بتشتغلي عمودين واحد اتنين وعلى العمود بتشتغلي عمود بتقرري كده بنفس الطريقة جوه كل سلسلتين بتشتغلي عمودين وعلى العمود بتشتغلي عمود لحد اخر السطر اخر السطر السادس بعد ان قررتي بتدخلي جوه اخر سلسلتين وتشتغلي عمودين. واحد اثنين. وحنقفل الصدر بان احنا بندخل جوه السلسلة اللي هي بعد غوزة الحشب بتسحبي الخيط كده وتشتغلي العمود. وبعد كده بنسيب غوزة الحشب وبنقفل الصدر على ايه? على السلسلة. دخلي كده بتسحبي الخيط وبتعديلنا على اللفة اللي عبقى منظرها. ده كده شكل الصدر. الصدر السابع بدايته بترفع اللفة الفوق. وبتنزلي كده تحت اللفتين اول عمود. تسحبي الخيط. بالابرة كده بتسحبيه وتعديه في طهر الشغل. بعد كده بتصبطي اللفة تبقى الفوق كده. وتنزلي تحت اللفتين بتاع اول عمود. تسحبي الخيط. وتغذي اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غوزة حشب وبعدها سلسلة. ده كده يعتبر اول عمود معنا في الصدر. هتشتغلي على العمود اللي بعده. عمود كده بقى اثنين. على عمود اللي بعده كده تلاتة اربعة خمسة ستة. كده اشتغلنا ستة اعمدة. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اشتغلنا ستة عمدة على كل عمود عمود. على العمود السابع بتزوجي وبتشتغلي عمودين. واحد اثنين. وبتقلبي ستة عمدة على كل عمود عمود. واحد اثنين تلاتة خمسة ستة. على السابع بتزوجي وبتشتغلي عمودين. واحد اثنين. ولو في اوسع خفيفة في السطر اللي تحت لما بنزود كده بتتزغط معي. تمام? فانجي هتقرروا كده. ستة عمدة على كل عمود عمود. وعال السابع بتزوجي وبتشتغلي عمودين. هتقرروا كده لحتى اخر الصدر. اخر الصدر الصدر. هت العمودين بضعي عندك سبع عمدة. هتشتغلي ستة عمدة على كل عمود عمود. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وعلى اخر عمود بتشتغلي عمودين. واحد اثنين فكده اخر الصدر عندنا عمودين. بعد كده بتقفلي على السلسلة. سيبه ركزة الحشب وتدخلي جوه السلسلة. بتسحر الخيط وبتعدي منها على اللفة لها. وده كده شكل الصدر وزا ما انت شايفها مفروض معي. السطر التمن هنشتغل كله بغرزة الاكس. غرزة الاكس سهلة وبسيطة. لو انت لسة مبتدئة هتركزي معي وان شاء الله هتعمليها بسرعة. اول السطر غرزة الاكس بنشتغلها بشكل مختلف عن باقي السطر. عشان بتبقى اول السطر. هنت بترفع اللفة الفوق. وبتدخلي كده في ضهر العمود. تنزلي كده تحت اللفتين. تسحب الخيط. وتعدي اللفة من عليها. بعد كده بقى بتزبطيها. بتبقى بالعلو ده. وتنزلي تحت اللفتين العمود. تسحب اللفة. وتغدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة الحشب. بعدها بتشتغلي سلسلة. تمام? ده كده يعتبر العمود اللي بتحت بغوزة الاكسرا. هتغدي اللفة وابدها وبتسيب عمود اتنين. وعلى العمود التالت بتشتغلي عمود بلف. احنا كده قفلنا غوزة الاكسرا متحت. هتشتغلي سلسلتين. واحد. اتنين. بعد كده بتشتغلي ثلاث سلسل. واحد. اتنين. تالة. كده اشتغلنا سلسلتين كمالة العمود بلفتين. تمام? والتلاث سلسل فرق ما بين العمود والعمود اللي بعض. تغدغي لفها على وبتدخلي كده تحت الطرفين بتوع العمودين تسحب اللفة وتشتغلي عمود بلفة ترجي عدد لفته على مراتين لفتين لفتين كده اشتغلنا غرزة الاكس الاولى ده شكلها في اول الصدر اما باقي الصدر غرزة الاكس بعمود بلفتين هترجي لفتين على الابر واحد اثنين وعلى نفس العمود اللي اشتغلت عليه ترجي تاني عمود بتدخلي كده وتسحبي اللفة وترجي لفتين بعد كده بيبقى عندك تلات لفات على الابر هترجي لفة على الابر وبتسيب عمود اثنين وعلى التالت بتدخلي كده وتسحبي اللفة وهنا هنبدأ ناخد عدد اللفات كل اللفتين مع بعض هترجي اول لفتين وتاني لفتين كده احنا قفلنا غرزة الاكس تحت تمام؟ بعد كده بترجي اللفتين للمرة التالتة وكده للمرة الرابعة كده يعتبر قفلنا العمودة بلفتين اللي عملناه في اول الصدر بعد كده بتشتغلي تلات سليسل واحد اثنين تاليت ترجي لفة على الابر وتدخلي كده تحت الطرفين بتاع الغرزة اللفة لها تسحبي اللفة وترجي اللفتين لفتين يعني تشتغلي عمود بلفة جي كده غرزة الاكس وجي طريقتها اللي بنشتغلها لحد اخذ الصدر يبقى غرزة الاكس بدايتها ترجي لفتين على الابر وعلى نفس العمود اللي اشتغلنا عليه تاني عمود في غرزة الاكس بتدخلي كده وتسحبي اللف ترجي لفتين هاي ببقى عندك تلات لفين هترجع ترجي لفة على الابر وبتسيب عمود اثنين والتالت بتسحبي اللفة وبعد كده بترجي اول لفتين وتاني لفتين كده افلنا غرزة الاكس من تحت بعد كده ترجي تالت لفتين وربع لفتين كل لفتين مع بعض على الاربع مرود تلات سلاسل وترجي لفة على الابر وتشتغلي عمود بلفة بتدخلي كده تحت الطرفين وتسحبي اللفة وتشتغلي العمود بلفة ترجي عدد لفتين على مرتي ترجع تاني ترجي لفتين على الابر وتشتغلي غرزة الاكس اللي بعدها احنا غرزة الاكس العمود اللي بنشتغل عليه تاني عمود من غرزة الاكس بنشتغل عليه اول عمود في غرزة الاكس اللي بعدها فبتدخلي كده على نفس العمود يعني متغلطيش بقى وتشتغلي على العمود اللي بعدها على نفس العمود كده تسحبي اللفة وترجي اول لفتين ترجي لفة على الابرة وتسيب عمود اتنين والتالت بتسحبي اللفة وتبدأي ترجي كل لفتين مع بعض على اربع مرات واحد اتنين تلاتة اربعة تلات سلاسل وتدخلي كده ترجي لفة على الابرة وتدخلي كده على الطرف اندول تسحبي اللفة وتشتغلي عمود بلف هشتغلها معك مرة وانتي بتكمليها بقى بنفس الطريقة لحد اخر الصدق زي ما شفت كده طريقتها سهلة جدا اول حاجة بترجي لفتين عليك واحد اتنين وعلى نفس العمود اللي اشتغلت عليه تاني عمود من غوزة الاكس اللي قبلها بتدخلي كده وتسحبي اللفة وترجي لفتين بيتبقى عندك تلات لفات ناخد لفة عليك وانسيب عمود اتنين وعلى التالت تدخلي وتسحبي اللفة وتبدأي بقى ترجي عدد اللفات كل لفتين مع بعض على اربع مرات واحد اتنين كده افلنا غوزة الاكس من تحت تلاتة اربعة كده اخدنا عدد اللفات على اربع مرات تمام كده اشتغلنا العمودة بلفتين افلنين بعد ما بنقفل وبنشتغل تلات سليسل بعد التلات سليسل بنشتغل عمود بلفة بتخلي لفة على الابرة وبتدخلي كده على الطرفين اللي افلنا بيها غوزة الاكس من تحت تسحبي اللفة وتشتغلي العمودة بلفة كده غوزة الاكس زي ما شايفه طريقتها سهلة جدا. هتقرري بقى كده بنفس الطريقة لحت اخر الصطر. وهنا حجي اشتغل معيك اخر غرزة اكس. اخر الصطر بعد ما قررتي وترك كده شكل الصطر يكون له بغرزة الاكس. اخر غرزة اكس هتغجي لفتي على الابرة. وعلى نفس العمود هتشتغلي اول عمود من غرزة الاكس. هتغجي منه لفتي. تمام? بعد كده تغجي لفة الابرة وبيبقى باقي عندك عمودين. هتسيبي العمودين وتدخلي على العمود اللي اشتغلنا عليه اول عمود من غرزة الاكس. كده اعتبر تاني عمود من غرزة الاكس. تمام? هتشتغلي كده تاني عمود من غرزة الاكس. هتغجي لفتين. 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 كده عفلنا غرزة الاكس من تحت وكمنا العمود. ابو لفتين. بعد كده هتشتغلي تلات سريس. الواحد اتنين تريد. وبتدخلي كده الطرفين بتوع العمودين. تسحبي اللفة. وتشتغلي عمود بلف. كده اشتغلنا اخر غوزة اكس في السطر. هتقفلي السطر بانك هنا كنا اشتغلنا خمس سلسل. على تاني سلسلة اللي هي بتعتبر معنا عمود. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتعدي منه على اللفة اللي عليك للمنزل. ودير كده شكل السطر كله بغوزة الاكس. السطر التاسع بتايتها تدخلي المنزلقة على اول سلسل. وهتنزلي كده تحت السلاسل تسحبي اللفة. وتقفلي على اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غوزة حشو وبعدها هتشتغلي سلسلة. ده كده اول عمود معي. هتشتغلي كده تهيني عمود. تلاتة. اربعة. كده اشتغلنا جوة تلات سلسل. اربعة عمودة. بعتبر ان الحشو سلسلة عمود. بتسيب العمودة دي بتدخلي جوة تلات سلسل. الشغل كله في السطر ببقى جوة تلات سلسل. هتشتغلي اربعة عمودة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. جوة السلسل اللي بعدها تشتغلي اربعة عمودة. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة. اربعة. وبتقلضي كده جوة كل واحدة من التلات سلسل. بتشتغلي اربعة عمودة لحتى اخر السطر. اخر السطر التاسع. بعد ما قررت واشتغلت اخر اربعة عمودة. هنا هحنغير اللون. تمام? فحترفعي اللفة كده الفوق. وهتقصي الخيط. وهتسيب حيطة خيط كده عشان نقفل بها. بعد ما قصتي الخيط بتركبي كده في قبرة التفيل. وبتدخلي في ظهر العمودة الاول. بتسيب الحشب والسلسلة. وبتدخلي كده في ظهر العمودة الاول. بتسحبي الخيط. وبتعدي كده ما بين لفتين اخر عمود. تعديه. وبعدين تطلعي بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام? بتضيعي بقى كده عشان كده يبقى كده كله بين كاثنقية كقرس جنبه بعض. ترجعي تاني تعدي كده. وبعد كده بقى في ظهر الشغل بقبرة التفيل بتعدي كده من تحت الاعمدة. وبتقفلي كويس تحت الاعمدة. بتقفلي بقى كويس وبعد كده بتقصي الخيط. احنا دلوقتي حم نغير اللون وانا هشتغل باللون بيش غامق يعني عودتها على جنيه شوية. عشان احنا السطر اللي هنشتغله ده كأنه كده الارض اللي بعد كده فيها الزهر. تمام? فاحنا هنشتغل السطر ده كله بغرزة الحشو. هتغير اللون زي ما ورتلك كده. اللون لون يكون مناسب يبقى ارضية كأنها هتدخلي كده. فين بقى على اي عمود. خلص مش عندناش هنا في الجزء ده بديت سطر. هدخلي كده على اي عمود. تسحبي اللفة. وبعدين بتنزلي وتدخلي تحت طرفين العمود. يبقى احنا كده دخلنا على الطرف الخالفي للعمود. وبعد كده دخلنا بالقبرة تحت الطرفين مع بعض وصحبنا اللفة. هتغير كده اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو. هتغير بقى معك الخيط تحت الشرور لشان تقفلي بالمر. وهتشتغلي على كل عمود غرزة حشو. على عمود اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. على عمود اللي بعده غرزة حشو. على كل عمود غرزة حشو. بتقرري كده على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو لحد ما توصلي لحد اخر الصطر. بتشتغلي على كل عمود غرزة حشو. اخر الصطر بعد ما اشتغلتها كل عبارة عن غرص حشو ده كده بيبقى الشكل عندي تمام كده احنا وصلنا لنهاية السطرة هنغير اللون فحتسحبي كده الخيط وبتسيبي حدة خيط كده عشان نقفل بها بعد كده بتركبي الخيط في ابرة التأفيل تمام وبتسيبي اول غرزة حشو وبتدخلي كده في غرزة حشو تحت اللفتين بتاعها تسحبي الخيط وبتزبطي كده الشغل وبعد كده بتدخلي الابرة ما بين الطرفين بتاع اخر غرزة حشو وتعديها كده من تحت اللفة بتاعت اخر غرزة حشو وبتزبطي بقى الشغل بحيث ان الغرص تبقى ورا بعض بالشكل ده وبتدخلي تاني على غرزة الحشو اللي قبلها وبعد كده بقى ببرة التأفيل بتأفليه تحت غرزة الحشو كويس يعني تحت نفس اللون تمام ده كده شكل السطر تمام احنا دلوقتي هنشتغل السطر اللي بعده برضو كله بغرزة الحشو وحغير اللون للون الاغضر يفضل ان تجي تشتغلي باللون الاغضر لان ده هيبقى السطر اللي بعده هما از الفروع الشجر بتوع صهرة التليب تمام فيفضل تشتغلي بلون اغضر ولو عندك خيط اغضر جونجور اللي هو الخيط متدرج للالوان عشان يديك شكل ورائة الشجر يبقى افضل هتدخلي على الطرف الخلفي لأي غرزة حشو عندك في السطر يعني مش لازم تدخلي على على اول السطر تمام هتسحبي كده اللفة وبعد كده تنزلي تحت الطرفين بتغرزة الحشو مع بعض وتغديل لفتين مع بعض كده اشتغلنا غرزة الحشو اللي بعدها هتقرر كده على كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو يعني مفيش زيادة في الغرز هتقرر كده على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد اخر السطر ده كده شكل السطر بعد ما اشتغلنا كله بغرزة حشو اخر السطر هترفع اللفة الفوق وبتسيبه اول غرزة حشو وبتسحبي الخيط كده بتعجيه كده بالخيط من ضهر الشغل تمام؟ على تاني غرزة حشو بتسحبي الخيط وتعجيه منها على اللفة اللي عليها احنا كده قفلنا بالطريقة اللي نشايفيها بعد كده هتنزلي تحت غرزة تحت الطرفين بتغرزة الحشو وبتسحبي الخيط وبتقفلي على اللفتين مع بعض كده اشتغلنا غرزة حشو بعدها بتشتغل سرسلة الحشو والسرسلة دول بنعتبرهم عمود هتدخلي كده وتشتغلي عمود سرسلتين تغدي ليف عد برب وفنفس المكان هتشتغلي عمود بلفة تغدي منه رفتين وتسيب ليف تغدي ليف عد بربة reporter هتدخلي تن يب في عن طريقة تغدي منه رفتين وتسيب يلف وبعدين بتغدي الثلاث لفات مع بعض إحنا كده اشتغلنا ورقتين الشغل اللي بيبقوا تحت ظاهر اتحب الرب التليب. تمام? هتشتغلي سلسلتين. واحد اتنين. وبتسيبي تلات غرس حشو. واحد اتنين تلاتة وعلى الربعة بتشتغلي كده بتغجي من العمود لفتين وتسيبي لفة وترجع تدخلي تاني تشتغلي عمود تغجي من ه لفتين وتسيبي لفة وتغجي التلات لفات مع بعض. دي كده اول ورقة. سلسلتين وتدخلي تاني في نفس المكان. تسحبي اللفة وتغجي لفتين اول عمود وترجع تاني تشتغلي عمود تغجي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتغجي التلات لفات مع بعض. لما انت شايفة كده عطينا شكل ورقتين. الغرزة اللي اشتغلتها معك دي اسمها غرزة الكراستر. تمام? يعني ورقتين الشجر بورزة الكراستر. هتشتغلي بعد كده سلسلتين. واحد اتنين. وبتقربي بتسيبي غرزة حشو. اتنين تلاتة وعلى الربعة. واحد اتنين تلاتة على الربعة. بتقربي كده بنفس الطريقة. تشتغلي العمود. ترجي منه لفتين وتسيبي لفة. تاني عمود ترجي منه لفتين وتسيبي لفة. بيبقى عندك تلات لفات. هترجي تلاتة مع بعض وتشتغلي سلسلتين. في نفس المكان بتشتغلي الورقة التانية. ترجي من العمود لفتين وتسيبي لفة. وبعدين ترجي من العمود التاني لفتين وتسيبي لفة. وترجي اللفات مع بعض. وسلسلتين هتقرري كده بنفس الطريقة لحتى اخر الصدر بتسيبي واحد اثنين تلاتة وعلى غرزة الحشو الرابعة بتشتغلي غرزة كلاستر من عمودين جي كده اسمها غرزة كلاستر بعد كده بتشتغلي سلسلتين وفي نفس المكان بتشتغلي تاني غرزة كلاستر من عمودين بلف ده كده شكل وراء الشر بعد ما بتشتغلي الغرزة بتشتغلي سلسلتين ويبقوا فرق ما بين الغرزة والغرزة اللي بعدها هتقربوي كده بنفس الطريقة لحد اخر الصطر بعد ما قربت وصلت لاخر الصطر واشتغلت اخر وقتين شجر بتشتغلي سرسلتين وبتقفلي بمتزلقه على العمود بتسيبي غرصة الحشو السرسلة وتدخلي كده بتسحبي الخيط وبتعدي من على اللفة العليق احنا بنقفله على العمود عشان نجي غرصة كراستر تمام؟ بعد كده بقى بتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط صغير كده قبل ما تقصيه عشان هنقفل بها بعد ما قصتي الخيط بتركبيه في عبرد التقفيل وبتدخلي تاني على العمود تمام؟ وبعد كده بقى الظهر الشو اللي بتنزليه تحت اللفات تحت العمودين كده وبتقفلي كويس بابرد التقفيل بالشكل ده وبعد كده بتقصي الخيط ده كده شكل الصدر ودلوقتي هنشتغل في ظهرة التوليب احنا هنا هنغير اللون للون يناسب الظهرة يعني ممكن تشتغليه بلون فوشية احمر اصفر زي ما انت عايز تمام؟ اول حاجة هتعملي عودة البداية وهنا برضو يفضل لو هتشتغلي بلون يكون عندك متوفر الوان جونجور ممكن تشتغلي بالالوان جونجور حيتي شكل جديد تمام؟ احنا كده عملنا عودة البداية هتدخلي جوة عودة البداية وتغذي لفة على الابغة وبتدخلي في اي مكان كده ما بين غوزتين الكراسطة الجوة السلسلتين اللي ما بين غوزتين الكراسطة بتسحبي اللفة وبعد كده بتغذي لفتين لفتين كده احنا اشتغلنا اول عمد هتشتغلي كده تاني عمد تالت عمد ربع عمد خامس عمد يبقى احنا كده اشتغلنا خمس عمده اول عمد شو كتير بالطريقة دي كده هتخلي بقين معينا عمد هتسحبي اللفة لفوق بالشكل ده وبتدخلي على اول عمد تدخلي كده تحت لفتين اول عمد تسحبي الخيط وتعدي من على اللفة لها الابغة وبتديق لها شكل تمام؟ كده احنا اشتغلنا غرزة في شرع الغرزة جسمة في شرع او حموصة والغرزة دي كده هي اللى بتدينا شكل ظاهرة تبني بعد كده هتشتغل غرز حشو جوه الفروغدة احنا كده عندنا فتحة جوه هنشتغل جوه فحتشتغلي في الاول 3 ثلاسل وتدخلي تشتغلي في الفروغدة كده 3 ثلاسل حشو 3 ثلاسل للمرة التانية وتدخلي تاني تشتغلي غرزة حشو. تلات سلاسل للموضة التالتة. وتدخلي تشتغلي غوزة حشو. فكده انت عندك اهي زهرة الطليب عندك واحد اتنين تلاتة تلاتة من التلات سلاسل. بعدها بعد غوزة الحشو بتشتغلي سرسلتين. واحد اتنين. وبتدخلي جوه سرسلتين تشتغلي غوزة حشو. وسرسلتين. واحد اتنين. ده كده شكلها. تمام? هتشتغلي بعد كده في الظهرة التاني. لما بنشتغل الظهرة بنشتغلها جوه السرسلتين اللي ما بين غوزتين الكراسطر عشان تبقى زما انت شايفة كده الظهرة وتحتها ورعتين. هتشتغلي خمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. بعد العمود الخامس بتسحب اللفة الفوق. وبتدخلي بالابرة على اول عمود. تحت طرفين اول عمود كده. تسحب اللفة. وبعد كده بتضيقها. فبتدي جهود شكل غوزة الفشو. تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. تدخلي تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. تدخلي تاني تشتغلي غوزة حشو. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبعد كده بتدخلي للمرة الالتالتة تشتغلي غوزة حشو. تمام? هتشتغلي سلسلتين او هد اتنين. غوزة حشو جوه السلسلتين وسلسلتين. انا هتكرر معاكي الغرزة جيه اللي هي زهرة الطريب مرة كمان وانت بتكرري لحت اخر السطر. هتشتغلي جوه السلسلتين اللي ما بين غرزتين القلاصطر خمس اعمدة بلف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. ترفع اللفة الفوق وتدخلي كده تحت طرفين العمود الاول تسحبي اللفة. وادي ايها كده. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة تدخلي كده في الفضاء ومطرح ما افننا تشتغلي غرزة حشو. تلات سلاسل غرزة حشو. تلات سلاسل غرزة حشو. يبقى كده لتلات سلاسل ما تقربين معنا تلات مرات. هتشتغلي بعد كده سلسلتين واحد اتنين. جوه السلسلتين اللي ما بين غرزة الكلاسطر التانية والاولى بتشتغلي غرزة حشو. وبعدها سلسلتين. هتقرر كده الغرزة السهلة جيب نفس الطريقة لحد اخر السطر. بعد ما قررت وصلت لاخر السطر بتشتغلي اخر سلسلتين واحد اتنين. وحشو جوه السلسلتين. وسلسلتين. بعد كده بتقفلي السطر على اول عمود اشتغلتين. تدخلي كده على الطرفين بتاع العمود. وتسحب الخيط وبتعدي منها اللفة العلقة. هتسحب بعد كده الخيط وهتقصي. احنا كده خلص خلصنا الصطر ده. بتقصي وبتسيب حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيه. بعد ما بتقصي الخيط بابرة التقفيل بقى بظهر الشغل بتنزلي تحت الاعمدة. بتنزلي كده وتقفلي تحت الاعمدة هو الخيط اللي كنا بدأنا بيه. ده كده شكل الصطر بعد ما اشتغلنا بظهرة الطليب. زي ما تشايفه شكله حلو جدا. احنا دلوقتي حنشتغل كنور. انت ممكن توقف المفرش لحد كده ويعتبر كصدر للاطباق شكله حلو جدا. وغوزة الطليب بعد شغلو شكل جامل. احنا دلوقتي حنشتغل كنور. اول سطر في كنور عبارة عن سليسل وغراس حشو. اول حيط عميلي عقدة البداية في الخيط وبيفضل ان هو يكون باللون اللي كنا بدئين بالابس. تمام? بعد كده هتقلب الشغلة بالشكل ده. واحنا هنشتغل غوزة الحشو تحت الاطراض بتوع ثلاثة غراز حشو مع بعض كده. فحد ادخلي بالابرة تحت غراز الحشو. في الظهر كده زما انت شايفها بتعديل. تعدي الابرة من تحت غراز الحشو في الظهر. وبعد كده بقى بتسحبي عقدة البداية. هتسحبي عقدة البداية. وتقفلي عليها. كده احنا اعتبر اشتغلنا غوزة حشو على الغراز الحشو التالتة في الظهر. بعد كده بتشتغلي ست سليسل واحد اتنين تلاتة ثلاثة اربعة خمسة ستة. تروحي على ظهرة التليب اللي بعدها. وتقلي بالشغل بالشكل ده كده تجيبي ده. وتدخلي على الاطراف بتاعت غراز الحشو. تعدي كده من تحت غراز الحشو التالتة. واحد اتنين تلاتة. بتسحبي الخيط. وبتضبطي ايدك كده وتشتغلي غوزة حشو. بعد كده بتشتغلي ست سليسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. بتقلي بالشغل بالطريقة دي عشان تجيبي الظهر بتاع غراز الحشو. وتدخلي كده على الظهر. تحت اطراف الثلاث غراز حشو في الظهر. بعد كده بتسحبي الخيط. وبتضبطي كده الخيط وبتشتغلي غوزة الحشو. بتقلي. ست سليسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. بعد ما بتشتغلي ست سلاسل بتروحي على ظهرة التليب اللي بعدها. بتنزلي كده تحت غراز الحشو. تحت الغراز الحشو التلاتة. تسحبي الخيط. وتشتغلي غراز الحشو وبعدها ست سلاسل كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبتقرر كده بنفس الطريقة. هتقرر كده لحت اخر السطر. بعد ما قررت ووصلت الاخر السطر كل السطر ماشى معيكي ست سلاسل حشو. اخر ست سلاسل بدل ما بتشتغلي ست سلاسل هتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وهتغجي لفتين على الابرة. وهتدخلي على غرصة الحشو اللي احنا السلسلة اللي قفلنا بها في الاول. تمام? واعتبرناها غرصة حشو. هتدخلي كده بالشكل ده. وتسحبي الخيط وتغجي لفتين 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 على تلات مرات. كده احنا اشتغلنا بالطريقة جهة عشان في السطر الجاي نبقى في نص السلسل. وده كده شكل السطر عندك. ودلوقتي حنشتغل بداية السطر حنشتغل غوزة حشو جوه السلسل يعطوع. فحا ترفع اللفة كده وتنزلي تحت اللفة وتقفلي على لفتين مع بعض كده اشتغلنا غوزة حشو. احنا كده جوه السلسل اشتغلنا غوزة حشو. جوه السلسل اللي بعدها بتشتغلي حضو شرعة متبلف. عايزة تغجي معاك الخيط تحت الشغلة هتغضيها عايزة تقفليه بعد كده بتقفليه. فهنشتغل كده جوه السلاسل هدرشها عمود بلف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوش. كده اشتغلنا جوه السلاسل حدوشها عمود بلف. جوه السلاسل اللي بعدها بتشتغلي غوزة حشو. احنا كده اشتغلنا حدوشها عمود بلف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشها. ده اللي هتكرر معاك لحد الاخر. جوه السلاسل هتشتغلي حدوشها عمود بلف. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشها. اشتغلنا جوه السلاسل حدوشها عمود بلف. جوه السلاسل اللي بعدهم بتوسطني ايدك كده وبتشتغلي غوزة حشو. وده اللي بيتكرر معاك لحد اخر الصدر. مرة بتشتغلي جوه الستة سلاسل حدوشها عمود بلفة. والمرة اللي بعدها الستة سلاسل اللي بعدهم بتشتغلي غوزة حشو. تح يمشي معاك الصدر كله برا عن حدوشها العمود وبعدهم غوزة حشو. عشان يجينا تدور انت كده. تمام؟ هتقرري بالطريقة دي لحد اخر الصدر. اخر الصدر بعد ما اشتغلت اخر حدوشها العمود بتقفلي على غوزة الحشو. تدخلي كده على غوزة الحشو بين الطرفين بتوهر. وتسحبي الخيط. وتعجي من على اللفة اللي بعد كده بقى بتسحبي الخيط. وبتسيب حتة خيط كده صغيرة عشان نقفل بها وبتقصي. بعد ما بتقصي الخيط بتعجي كده للابرة تاني في غوزة الحشو. وبعد كده بقى في ظهر الشو اللي بتنزلي تحت الاعمدة. وبتعفلي بالطريقة دي. وبعد كده بقى بتقصي الخيط. ده كده شكل للسطر. احنا كده وصلنا للسطر الاخير. السطر الاخير هنشتغله بنفس اللون اللي هو كان لون الارضية اللي انا قلت لك اشتغلته بالبني الفتح او البيجل غيم. تمام? انت لو عايزة تشتغليه باللون الغضر ممكن تشتغليه برضو باللون الغضر. عايزة تشتغليه باللون دهبي زي ما انت شايز. تمام? بس هو كده الارضر ان انت تشتغليه باللون اللي اشتغلت في السطر ده. اول حيضة احنا هنا عندنا 11 عمود. حد سيبي اول وحتدخلي كده الطرف الخلفي لتاني عمود تسحب اللف. بعد كده حتنزلي تحت الطرفين. وتزبطي الشغل كده وتقفلي عليهم كده اشتغلنا غوزة حشو. هنا بقى احنا اخد معنا بقدر الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالماء. احنا كده اشتغلنا على تاني عمود غوزة حشو. على التالت غوزة حشو. على الرابع غوزة حشو. على الخامس غوزة حشو. تمام? اما على السادس هتشتغلي غوزتين حشو. واحد. اتنين. يعني بنزود على العمود السادس. بعد ما بنشتغل غوزة حشو واحدة هنشتغل اتنين. بعد كده هترجع تشتغلي غوزة حشو على الاعمل. واحد. علي بعده كده اتنين. تلاتة. اربعة. خلص بقى الخيط احنا كده اقفل نعم. فابترجي كده وبعد كده بتقصي. خمس. يعني احنا كده بنشتغل على الخمس اعملاء في الاول على كل عمود غوزة حشو. اما على السادس غوزتين. وبعد كده بنشتغل خمس غوز حشو على كل عمود غوزة حشو. على غوزة الحشو. هتشتغلي غوزة حشو. بعد كده بتنزلي تحت غوزة الحشو كده تحت السلاسل وتسحبي اللفة. وتشتغلي غوزة حشو. هنروح نقرر اللي اشتغلنا على اول عمود بتشتغلي غوزة حشو. عديني غوزة حشو. كده تلاتة. اربعة. خمس. على السادس بنزود و بنشتغل غوزتين حشو. واحد. اتنين. يبقى بقى عندنا خمس عمود. هتشتغلي على كل عمود غوزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. تمام? بتزبطي بقى الشغر بالطريقة دي عشان يعمل بو صغير كده. بعد كده بقى بنروح على غوزة الحشو. غوزة الحشو بتشتغلي عليها غوزة حشو. وبتشتغلي تحتها كده وتحت السلاسل غوزة حشو. بتبقى عالية بالشكل ده. تمام? بس بتزبطي ايدك فيها برضه عشان تطلع مصبوط. نرجع نتقرر واللي هتقرر معاك هو اللي هتقرر معاك لحد اخر الصدق. على اول خمس عمودة على كل عمود غوزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. اشتغلنا على اول خمس عمودة بالحد وشر على كل عمودة غوزة حشو. على عمودة السادس بتزوجيه وبتشتغلي غوزتين حشو. فبيبقى فوضل كده عندك خمس عمودة. يعني احنا بنزود على عمودة اللي في النص. هتشتغلي على الخمس عمودة لكل عمودة غوزة حشو. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. عندنا غوزة الحشو بتشتغلي عليها غوزة حشو. وتحتها كده. بتشتغلي برضه غوزة حشو. تمام? وبتقرر بقى بنفس الطريقة وبتشد كده الشغل الفوق شوية عشان الجيكيه السبعة او الثمانية. تمام? هتقرر بنفس الطريقة كده لحد اخر الصطر. بعد ما قررت وصلت لاخر الصطر واشتغلت غوزة الحشو اللي هي تحت غوزة الحشو. عندنا عمود. هتشتغلي عليه غوزة حشو. يعني كده احنا اشتغلنا كنا بدقين من على تاني عمود. اشتغلنا على اول عمود. كده وصلنا الاخر الصطر في حد اصحبي الخيط وبتقصيه. وبتسيبي حتة خيط عشان هنقفل به. بعد ما اسحبتي الخيط وقصتيه بتركبيه في قدرة التقفيل. وبتسيبي اول غوزة حشو. وتدخلي كده في ظهر تاني غوزة حشو. صبت الخيط بالطريقة دي. وترجعي تدخلي على الطرفين بتوع اخر غوزة حشو. ما بينهم كده. ما بين الطرفين. وتنزلي كده على الطرف ده. بتسحبي الخيط. وبتزبطيه عشان يبقى كده الغوغز كلها في ثقبها. بعد كده في نفس غوزة الحشو. لبعدها بتطلع كده من ضلاء. وبقبرة التقفيل تحت الغوغز الحشو بنفس اللون بتقفليه كويس. كده خلاص معنا المفرش. فانت بتزبطي بقى من ناحية الغوزة اللي كنا شغالين عليها غوزة الحشو. بتسحبيها الفوق كده. وبتزبطي شغلك. وزا ما تشايفها ده كده الشكل عادي. وبكده خلاص معنا المفرش.